السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اهلا ومرحبا بكم وعذرا على تأخير ومباشرة الى مقدمة النشرة اذا كان للطيور والخنازير والنعاج امراضها المعدية لبني البشر واذا كان الارهاب كالوباء واذا كانت انفلونز الخيانة داء يستطيبه البعض ويستطب به الصهاينة ويمططيه الكيان الاسرائيلي ليهلل لعدوانه الفاجر واذا كانت ابواق الغربان والعربان تطلب المزيد من التهديد والعدوان لتصفية قضية فلسطين وشعبها وبدأت معلقات النفاق تقول عن العدوان مبدأ وعن الارهاب ثورة وعن الخيانة خيار ووجهة نظرة وعن المؤامرة مناورة اذا كانوا كل ذلك فماذا تركوا لمعاجم اللغات وقواميس الشرف التي تقول بالعربي السوري القول الفصل والفعل الاصل ان الوطنية مقدسة لا تباع ولا تشترى وان الجسد السوري محصن ضد فيروساتكم وامراضكم وان كل عدوانكم وارهابكم لن يزيدنا الا قوة وتماسكا وتمسكا بمبادئنا وثوابتنا وبان المقاومة منا ونحن منها وان الجولان منا ولنا وان فلسطين بوصلتنا لن ترهبنا ولن تضعفنا تهديداتكم واعتداءاتكم وانتم في لحظة الافلاس وهستيريا الادبار واقدام جيشنا الهدار تقول لكم وما تبقى من عصاباتكم الوهابية الارهابية الصهيونية لا مفر لكم ولا مقر في سوريا ونحن شعب نمهل ولا نهمل ونحن اصحاب الوعد الصادق واصحاب الفعل للانفعال وسوريا اكبر من التجريب والاختبار